مواقف لازم تهرب منها مهما كان الثمن كتير من الأحيان وانت قاعد في حالك هتلاقي حد بدون أي مقدمات بيرن عليك ويسألك عن أحوالك ويسألك عن صحتك وانت فين دلوقتي ويقعد بقى يفكرك بأيام السنوية العامة وكلية ويقعد يكلمك حوالي نصف سيعاب أي كلام وفجأة يقول لك بقول لك إيه؟ هنا بقى خلي بالك هنا هتبدأ الحياة الضغير هيتطلب منك طلب أو خدمة لو تقدر تعملهم إيه وعى تتأخر إنما لو مش هتقدر مرضوك إيه وعى توعدوا بأنك هتعملها أو هتشوف قوله بصراحة مش هقدر من أول مرة هنا بقى الناس بتكون على نوعين إنه الأول طالب الخدمة ممكن يتقبل إنها مش في إيلك وفي ناس ودول كتير هتلاقي بيلح عليك وهتلاقي بيبعث لك على الفيس وعلى الواتس وعلى المسينجر وتلاقي جواب علم الوصول ومش بقى تلاقي حمام زاج الواقف على شباك بيتك النوع ده لازم تفهمه إنك مش هتقدر إيه وعى ترجع خطوة واحدة لإنك هتلاقي كمية اتصالات ورنات غير طبيعية وفوقات غريبة ويا سلام لو الطلب ده ما تأضعش هتلاقي تشهير بك في كل مكان مع إنك قلت مش هتقدر من الأول وهو الأثر عشان كده بقولك إهرب من الأول أما النوع الثاني وهو اللي مطلوب منه الخدمة ودي بتبقى أنواع كتير منهم اللي يقدروا بيعمل الخدمة ودي ناس ربنا اداهم القدرة على كده واختصوهم من عنده سبحان الله ومنهم نوع ما يقدرش بس بيوعدك بالحل وينفر ودول نوع طالب للشغرة أو بيعمل كده عشان يكسب في المستقبل وبيعمل نوع من عدم الثقة بين الناس وبيساهم في صناعة الإنسان الوحش وخلي بالك من كلمة صناعة الإنسان الوحش لأننا هنعمل عنها حلقات كتير في الأيام الجاية طيب خليني قبل ما أختم كده أقولك على حديث شريف بيأكد على كلام هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبه سترى الله عورته ومن كضم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجته حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحياتي لكم شوفكم في حلقتين